الوصية الأخيرة ظنا منه أنه مفارق تلك الوصية لم تصل لا للأبي ولا الأخ ولا الآخرين نجى أحمد وبقيت وصيته معلقة مات من يحبهم وفي ذاكرته صور كثيرة كنا بالبيت صار الزلزال أول حاولنا نجتمع عند الباب ونفتحه لكن ما فتح أجل الزلزال الثاني وقعنا والحمد لله رب العالمين بفضل رب العالمين أحزنت أطلع لفوق أجل الإنقاذ ساعدني توفى لي عشر أشخاص ونحن حاليا بتركيا 15 بقى بإنها خمسة عشر بعشر عشر ساعات قضاها أحمد تحت الأنقاذ وعشرة ماتوا من أهله وأقاربه ذاك جرح مفتوح وتلك مصيبة يداويها الصبر ومفاتيح فرج كهذا الرجل استقبل أحمد في بيته مع خاله بس تعب الحياة للإنسان مو بس أنا كل إنسان مو متضرر بيته لازم يستقبل كل إنسان متضرر ماليش أنا صعب بس هني أصعب هني أصعب مني هني بحاجة لتدفئة حاجة لموية حاجة لخدمة نخدمه بعيوننا إذا ما خدمناه هني ولا غيرهم مين ما يجي يدع الباب تتعقد الحياة في وجه هؤلاء ويمتد الوجع على امتداد عشر الولايات تدخل الكارثة أسبوعها الثاني وما زالت البلاد تحصي عشرات الألف من قتلاها وجرحاها غسان أبلوز العربية كهرمان مرعش